طبعاً الشهر الماضي عطينا محاضرة عن الشيء اللي اسمه الإنوكا والأنوكا يلي هو نقص التروية مع عدم وجود تضيقات أو إنسدات شرعين أكليلية وللاستكمال الموضوع نغطيه بشكل كامل هنحكي اليوم عن الشيء يلي اسمه المينوكا أو المايوكاردل انفارشن أو احتشاء العضلة القلبية مع عدم وجود تضيقات أو إنسدات الشرعين الأكليلية شو من نقصد بهالتعبير التعبير سابقاً أنه كان المريض عنده احتشاء لكن عنده تضيق عادةً أقل من خمسين بالمية وهذا شفناه بيحدث بحوالي بين الستة والخمستعاش بالمية وللنسبة للحدوث بالولايات المتحدة حوالي خمسين لمئة ألف حالة بالسنة بس شلون بدنا نعرفه؟ التعريف طلع من الأمريكان هارت أسوسياشن أنه نفس الشي هو احتشاء العضلة القلبية يلي عرفناه لما عطينا محاضرة الأكيوت كوريري سندروم يلي هو الفورس يونيفرسال ديفينيشن أوف ميوكاردل انفارشن أنه المريض موجود عنده ارتفاع بالتروبونين يلي هو علامة الأزية القلبية بيرتفع وبعدين بيتراجع مع الترافق بأحد واحد من العوامل الخمسة ما ضروري كل العوامل الخمسة موجودة بس واحد منها إذن ارتفاع التروبونين وتراجعه ما أعراض إما أعراض ألم صدري بيدل على احتشاء العضلة القلبية أو تغيرات تخطيطية جديدة سواء كانت ST elevation, ST depression تغيرات بموجة T أو ظهور جديد لموجة كيوح حديثة أو علامات بالتصوير أي تصوير سواء بالإيكو أو بالنوكلير تدل على وجود اضطراب حركية بمنطقة معينة نجمع عن نقص التروية والعامل الأخير تأكيد وجود خسار أو خسرة بالشرعين الإكليلية أو طبعاً لا سمح الله إذا توفي المريض بالأوتوبسي ملاحظين أنه ما عم يأكدوا على وجود تضيقات أو انسدادات بالشرعين الإكليلية فقط واحد من هالعوامل إذا قدرنا نأكد وجود الخسرة بيكون حققنا الكريتيريا للمينوكا العامل الثاني نأكد أنه ما عنده أبستركشن الأبستركشن ما بيتأكد إلا بإجراء تصوير الشرعين الإكليلية ونتأكد إما تطلع الشرعين كلها طبيعية أو تطلع تضيقات غير مهمة تحت 30% وبمعظم الحالات في بعض الحالات تشمل التضيقات المتوسطة يلي هي بين 30% و50% طبعاً كل التضيقات بدي تكون تحت 50% وإذا منقدر نحدد الشدة الوظيفية لهذه التضيقات بإجراء القياسات التي حكينا عليها بالمحاضرة السابقة سواء الFFR أو الIFR لنأكد أنه هالتضيقات غير مؤثرة على الجريان الإكليلي ما لا هي هيمو داينميكلي سيجنيفكنت منكون حققنا أنه وجود نون أبستركتب كوريري ديزيز النقطة الأخيرة والمهمة بتشخيص المينوكا أنه نتأكد أنه الالترنتيف دياجنوسيس لارتفاع التروبونين غير موجود نحن بنعرف مرضى الصم الرئوية بيترافقوا بألم صدري أو زلة وارتفاع التروبونين بس إذا أكدنا وجود الصم الرئوية بإجراء سي تي فهذا لفين نحن تشخيص المينوكا ونتابع بتشخيص ثاني نحن بنعرف حالات الانتهاب العضل القلبية المايو كارداتيس ممكن تتظهر بألم صدري وتغيرات تخطيطية مشابهة لكن إذا أكدنا وجود المايو كارداتيس سواء بالإمجينغ بالمرنان أو بطرق ثانية فمنكون نحن أكدنا الالترنتيف دياغنوس وما نقول أنه هذا عنده مينوكا فقط نتيجة ارتفاع التروبونين لأنه لقينا تفسير واضح لارتفاع التروبونين وهي مثل ما حكينا أنه المينوكا بتحصل بحوالي 6-15% من حالات جميع احتشاءات العضية القلبية أشياء حدوثاً عند النساء عند الناس الأصغر بالسن عند الناس اللي بشرتهم ملونة سواء كانوا من أصل أفريقي أو هسبانيك وجود العوامل الخطورة نفس العوامل الخطورة لنقص التروية القلبية واحتشاء العضية القلبية ناجم عن تضيقات ف75% من المرضى بيكون عندهم عوامل خطورة نحكي عن أنواع المرضى مثل ما حكينا أنه بتظهر عند النساء أكتر لكن هي المينوكا شائعة بالنون ستيمي أكتر 15% مقارنة مع الستيمي ممكن نلاحظ الستيمي مع شرايين إكليلية غير سدة بحوالي 4% إلى 10% من الحالات لكن بالنون ستيمي بتصل إلى 15% من الحالات حكينا الريشيال والإثيكس ماينورتي عند الأشخاص من أصل الأفريقي أو الأصل اسبانيك خلينا نتجاوز عوامل الخطورة مثل ما حكينا نفس العوامل المتشابهة 20% ممكن يكون عندهم داء سكري 65% الثلاثين عندهم الارتفاع والتور شرياني ارتفاع الشحوم الدم يبدو يحصل بدرجة أقل عند المينوكا مقارنة مع المايكارد والإحتشاء الناجم عن كوري آرت يستوزع نفسه بمنتصف الصدر خلف القص ينتشر للزراع الأيسر وقد يمتد للزراع الأيمن النقطة اللي بتهم المريض والطبيب هل هو يا ترى التشخيص كان صحيح هو مايوكارد وشو المعالجة وشو الانزار للمريض خلينا نحكي مباشرة بالانزار الانزار عند المرضى المينوكا هو مختلف عن الجنرال فملاحظين هاي الدراسة من دراسة جاي من السويد يلي تابعت المرضى اللي عنده المينوكا فملاحظين نسبة الوفيات على السنة الأولى حوالي 5% مقارنة مع نسبة الوفيات اللي حوالي 1% عند الجنرال على مدى أربع سنوات النسبة الوفيات تصل لحوالي 14% فهذا انزاره ما هو انزار سليم المينوكا هاي فإذا بلنا نقارن الانزار والمورتاليتي عند المرضى اللي ما عندهم كورنري من لاحظ قديش نسبة الوفيات أقل من 1% عند المرضى اللي عندهم احتشاء عضلة قلبية ناجم عند المرض الإكليلي النسبة الخطورة بتزداد أكتر من 2% لكن بالمينوكا هي بحالة متوسطة فنأكد إنه إنزار المينوكا ما هو إنزار سليم ما إنه المريض هذا احتشاء بدون انسداد وإنزار سليم لا في عنده حدوث وفيات في عنده حدوث تكرر الاحتشاء فحكينا عن سويد هارت ستادي في مجموعة تانية أظهرت الوفيات للسنة الوحدة وصلت لـ 12% بالسويد هارت اللي بالسنة الوحدة كانت حوالي 5% في الدراسات الأكبر اللي ساوت متا اناليس ضلت نسبة الوفيات حوالي 3.5% الريكرانت مايوكارد انفارشن كمان حوالي 3% بالميتا اناليس بالسويد هارت حوالي 7% حدوث الهارت فاليير أو قصور القلب بتتراوح ما بين 4% على 6% حدوث الستروك أو النشبة الدماغية كمان بين حوالي 5% فإذا بهذه الدراسات بنسبة حدوث الميجر ادبيرس كاردك افنت عم تتراوح ما بين 10% للـ 25% لنأكد مرة تانية انه هذا مرض غير سليم وانزاره لازم نحطه بزهننا نسبة حدوث التكرر الاحتشاء حوالي تحصل بحوالي 50% لكن تكرر الاحتشاء ممكن يكون نتيجة مينوكا أو نتيجة تطور المرض ليحدث عند المريض احتشاء ناجم عن تضيقات أو انسدادات بالشرعين الإكليلية المعالجة المسلمة ما منعرف شو هي المعالجة المسلمة وما في دراسات كبيرة لتوجهنا المعالجة المسلمة لذلك إذا بننحط خطة العلاج إذا بننحط خطة العلاج عفوا بدنا نحدد آلية المراضية يلي سببت هالمرض وعليها نحدد خطة العلاج والشائع إنه المرضى اللي عندهم مينوكا بيتطمن الدكتور فما بيعطيهم علاج كافي لعوامل الخطورة فنسبة أعطاء العلاج الكافي أو السيكندري بريفنشن آآ 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 بتطلب منها إنه نتحرك بهالشي ونوضح الأمور سواء للمريض أو آآ للطبيب آآ شو الآلية الأمراضية للمينوكا حكينا لما حكينا عن الأكيوت كوروني سندروم إنه بمعظم حالات الأكيوت كوروني سندروم في عنا شيء اسمه بلاك رابتشر أو تمزق اللويحة العصيدية هذا موجود بالمينوكا لكن التمزق بيكون خفيف لمعة الشريان بيكون أكبر في حالات اسمه البلاك إيروجين أو هي سحذات باللويحات العصيدية دون ما يكون في تمزق واضح باللويحة بس البلاك إيروجين بيحرد عوامل تخسر تتشكل خسرة وهي الخسرة يلي منشوفها فهي أحد الآليات الإمراضية لكن في آليات إمراضية تانية فقط أنه يكون سبازم أو تشنج بالشرعين الإكليدية وبيؤدي لحدوث أزية بالعضلة القلبية الآلية الإمراضية الأخرى هي التسلخ وال تسلخ الشرعين العفوي هو أحد الآليات الإمراضية والآلية الأخيرة المهمة هي حدوث الخسار إما خسار موضعي خسرة صغيرة أو تشكل خسرة وبتنتقل وتساوي صمة بالشرعين الصغيرة البعيدة وكلها بتأدي إلى حدوث مايوكارد الدمج وارتفاع تروبونين لكن في نسبة جيدة حوالي 30% من المرضى بيكون ارتفاع التروبونين هو نتيجة التهاب العضلة القلبية وما له علاقة بأي مشكلة بالشرعين الإكليلية وهي حكينا النسبة تصل لحوالي 30% والسبب مايوكارد أو الحالات الضئيلة هي التكاسوب أو اعتلال العضلة القلبية الناجمة عن الاسترس وهن نقطين مهمتين لأنه طالما نريد بهالحالتين ما في تضيقات أو لويحات عصيدية فالمعالجة ستكون مختلفة ما في حاجة نعطي انتي بليتليت ما في حاجة نعطي استاتينات وتكون المعالجة سببورتف فنحط بزهننا لما حكينا عن الأكيد كورني سندروم حكينا أن أنواع الميوكارد الأنفارشن إما بتكون نتيجة 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 الويحة عصيدية وتأثير على جريان كليلي أو في عنا نتيجة المسماتش أو عدم التوافق ما بين السبلاي أو الوارد من الدم والدماند أو الحاجة للدم فهذا ممكن يكون نتيجة كورني سبازم والمسماتش أنواع الميوكارد الأنفارشن الثانية بس هسكركم إياها بسرعة هي الناج السادن أو ناجم عن ستنت سرومبوس أو البري بروسيجر أثناء التوسيع أو بعض البايباس سرجري فالمينوكا هي مشتركة بين الأسترو سكروروس والنوع الثاني الذي ناجم عن عدم وجود الويحات عصيدية والشرين الإكليدية فهي ناجم إما عن السبازم أو الدايسكشن أو عدم التوافق ما بين السبلاي والديمان هاي حالة الشرين الإكليلية طبيعية واللمعة متعادلة فلكن إذا ساوينا إميجينج هاي ساوينا إنترا فاسكلر إميجينج هاي بالنسبة للمنطقة الأولى الإنترا فاسكلر إميجينج طبيعي عم لاحز الانتما والميديا والأنتفينش وعن لاحز اللمعة طبيعية لكن لاحزوا بهالمنطقة نفس الكوروني أنجيو طبيعي لكن إذا بتزرع الإنترا بجوز قطر الشريان ظل محافظ على حال لللمعة لكن فيه لويحة عصيدية كبيرة بشكل الهلال وفيه ريمودلينج بجدار الشريان فتمزق اللويحة العصيدية ممكن يؤدي أنه يصير اتصال ما بين لمعة الشريان واللويحة العصيدية للكنتنت تبعها هي نيكروتي كليبت كور فبيصير التماس وبيأدي يتشكل خسرة هالخسرة قد تكون كبيرة وتسد الشريان وبيصير سبونتينيس ثرومبولايس بتنحل مع الوقت لدرجة أنه لما بنساوي أنجيو بيطلع لمعة الشريان طبيعية لكن الأزية وارتفاع التروبونين أردي بيكون حصل في حالات أنه بتكون الصغير بيؤدي إلى تشكل خسرة لكن هذه الخسرة لا تكون سادة للمعة لكن بتأثر على تغذية العضلة القلبية بتأدي للإنجري وارتفاع التروبونين فالنسبة منيحة من حالات المينوكا حوالي 30% 40% يكون يكون في عملاء علامات بلاك ربشر أو بلاك إروجين إذا بنساوي للمريد يعني تصوير اللي يضمن نمعة الشريان إما باستخدام الآيبوس أو الأو سي تي الأوبستركت الأوبتيك كوهيرنس تموغرافي في فرع بين الاثنين الأيبوس فقط بيستخدم الأي ترس الساون الأو سي تي بيستخدم الأوبتيك كوهيرنس تموغرافي الريزليوشن بالأو سي تي أحسن لكن بيطلب إنه نعطي مادة ظليلة لنعبي لمعة الشريان لأنه المادة الظليلة ما بتعكس الأوبتيك كوهيرنس فمنقدر نشوف جدار لمعة الشريان فهي أحد الأفكار نفرق ما بين شيء اسمه بلاك رابتشر و بلاك إروجين بلاك رابتشر حكينا عليها إنه بيكون في البلاك أو لويهة العصيدية إلى كاب أو غطاء بيتمزق وبيصير اتصال ما بين لمعة الشريان واللويحة العصيدية لكن بالبلاك الروجين هي أصل لبلاك ما فيها لبيد لكن سوء وظيفة الخلايا البيطانية بيخليها تتباعد عن بعضها فبتصير اتصال ما بين لمعة الشريان واللويحة التي تحت بيطانة الشريان هاللويحة غنية فقط بالخلايا العضلية الملس السموذ مصل فرغم ذلك بيصير تفعيل لجهاز التخسر تتشكل خسرة صغيرة فهي الفرق بالباسوجينيسيز وهذا المنظر بالOCT منلاحظ هون في هاي بيطانة الشريان منلاحظ البيطانة بالطبقة المتوسطة لكن بيهالمنطقة عم نلاحظ تشكل خسرة ما شفنا فيه تمزق باللويحة العصيدية وهي منشوفها بنسبة كمان منيحة من حالات المينوكا كتصل إلى 20% فهذا الفرق ما بين البلاك ربتشر إنه لويحة العصيدية بتكون فيها نيكروتك لبيد وفيه تمزق بالكاب وما بين البلاك العامل الآخر بالباسوجينيس هو الكورونري سبازم والكورونري سبازم كمان شائع عند مرضى المينوكا لكن نحن مو معقول كل مريض عنده مينوكا وصار عنده احتشاء نجيبه نساويله لبروفوكيشن تيست أو الدراسات اللي حكينا عليها بالمحاضرة السابقة لنأكد وجود سبازم بس ممكن بعد فترة ما يستقر المريض نجري هالدراسات واجراء الدراسات اظهرت انه الكورونري سبازم موجود بحوالي 50-60% من الحالات بتكون بالأبيكاردير آرثري وفيه السبازم بيحصل احيانا بنسبة كمان 35-55% بالمايكرو فالسبازم هو آلية امراضية شائعة وقد تصل وجودها لحدود 88% لكن مترافقة مع عوامل تانية اما تمزق لوها عصيدية او تشكل خسار موضعي فالسبازم احد الآلية الامراضية والبريدكتور هو وجود ارتفاع التوتر الشرياني الداء السكري ارتفاع شحوم الدم والتدخين فإذا المينوكا هي ملتي فكتوريال حكينا عن بلاك ربتشر حكينا عن بلاك اروجن حكينا عن بعض حالات اللومين الريقراريتي او عدم انتظام اللمعة بتدل على نتيجة وجود عدم انتظام اللمعة اما نتيجة لويحات عصيدية صغيرة فبتأدي الى عدم انتظام اللمعة واحيانا تشكل خسرات صغيرة ما منشوفها اثناء الاو سيتي لانه هالخسرات كانت صغيرة وراح تساوت امبوليزم او صمة للشرايين الصغيرة وفي نسبة ضئيلة من الحالات ما منشوف اي تغيرات عصيدية لكن ترافقها كلها مع السبازم فاذا جبنا المرضى يلي لقينا عندهم سبازم حوالي 8% يعني 12.5% بيكون عندهم بلاك روتشر الربع ممكن نلاقي عندهم بلاك اروجين وحوالي النصف منلاقي اللومين الريجولاريتي في حالات ضئيلة من المرضى يلي عندهم سبازم بيكون الشريان طبيعي 100% فهاي بتأكد الفكرة انه المينوكا هي ملتي فكتوريال والباسوجينيسيز متداخل ببعضه حتى نحكي بعض الأفكار عن الثرومبوسز أو الثرومبولزم اضطرابات التخسر الشائعة فمثل الفكتور فايف لايدن أو الاكتيفيتد بروتين سي ريزيستنس موجودة بحوالي 15% عند مرضى المينوكا خصوصي لصغار بالسن بينما مرضى احتشال العضلة القلبية الريجولار اللي ناجم عند الكورون ريزيز بسكون موجودة هالتغيرات فقط 3% حوالي ربع مرضى المينوكا عندهم اضطرابات ويراثية بعوامل التخسر سواء الفكتور فايف لايدن بروتين اس بروتين سي ديفيشنس أو الانتي فسوليبد انتي باضيز وهي الحالات اللي ميشوف كمان لما المريض عنده كريبتوجينيك ستروك أو النشبة الدماغية غير محددة السبب لما بيكون موجود الانتي فسوليبد انتي باضيز فهدول 20% بيصير عندهم مينوكا لذلك نحط بزهننا انه اضطراب عوامل تخسر هو احد العوامل بالباسروجينيس للمينوكا تأثير الهرمونات الخارجية وبشكل رئيسي هرمونات الاستروجين بيفسر ليش النساء بيصير عندهم اكتر لانه الهرمونات الاستروجين بتأثير اما على بعض الريسبتر على عوامل التخسر او تفعل عوامل التخسر والاضطرابات الصفيحات قد تلعب دور في الباسوجينيس لذلك في هالنقطة غطيناها لكن في نقطة اذا المريض ما عنده هال اثرا سكلوروس او ثرومبوس نقطة مهمة هي وجود الكورنري دايسكشن فهي حالة انجيوغرام لاحظين هون اللومن او اللمعة الطبيعية وفجأة صار عنها تراجع شديد باللمعة شلون ظغرت اللمعة بشكل كبير حوالي سبعين بالمئة من اللمعة الطبيعية وهذا السبب الانقطاع المفاجئ هو وجود دايسكشن مع حدوث هيماتومة او ورم دوم تحت بطانة الشريان بتتأتي الى ضغط هاللمعة والكورنري دايسكشن هو احد الشغلات يلي منشوفها بالمينوكا خصوصي اذا لقينا فجأة تضيق او تناقص باللمعة اكتر من 50% هاي حالة تانية هديك الحالة واضحة كتير هاي حالة تانية نلاحظ هون السيركم فلكس عم يصير نقص خفيف بقطر اللمعة حوالي 30 ل40% لكن اذا ساوينا هون الاو سي تي فملاحظين هون الاو سي تي قد تكون اللمعة طبيعية وما في اي بلاك رابت شار بس اذا ملاحظين هون هذا المنطقة السوداء هي بتدل على وجود ورم دموي تحت البيطاني وهي واضح هون بالمنطقة هون بهالزاوية فهذا بيأكد وجود الدايسكشن او السكاد او السبونتانيوس كورانري ارثري دايسكشن فهي بالنسبة اذا ساوينا الانجيوغرام وساوينا الانترافاسكور ايميجين بشكل اكي امأكد على الاو سي تي لانه بيعطي بتر ريزوديوشن لكن ممكن نحن ما ما يكون الاو سي تي متوفر فبدنا ايميجين اضافي لنأكد التشخيص والكارديوك ام ار اي هو بيأكد التشخيص نفرق ما بين الام ار اي اللي بيعطينا بيوجه انه اسكيميا ونتيجة وجود تمزق باللويحة العصيدية او المايوكارديتس وهذا اللي بيسموها السوربرايز مايوكارديتس او الالتهاب العضلة القلبية اللي بيدعو الى الدهشة عند الدكتور المريض عنده قلم صدري عنده تغيرات بالتروبونين من ساوي مايوكارديال يعني مرنان للعضلة القلبية من اتفاجأ هالتوزع التوزع هون يجضم الجدار العضلة القلبية وايبيكارديال ناقص التروية بيعطينا توزع سب اندوكارديال بس هذا التوزع ايبيكارديال وبيحصل بشكل معمم وباتشي فهذا لا يتوافق مع ناقص التروية وهذا مايوكارديال ومتل ما حكينا 30% من حالات المينوكا نتفاجأ انه هي سببها المايوكارديال لكن اذا عرفنا هالسبب ما في حاجة نعطي المريض لا انتي بليت لا ستاتين والمعالجة سبورتف وغالبا بتتحسن اعراض المريض وتتحسن وظيفة العضلة القلبية التكاسوب كلكم بتعرفوا هالنوع اللي هو انتفاخ البطين بيصير سوء بوظيفة العضلة القلبية بالقسم القمي والقسم المتوسط والسبب هو غالبا سترس بيؤدي الى مثل حالة ستنينج انه العضلة القلبية بتصير مدهوشة بتتوقف عن العمل بهالمنطقة وبيصير فعالية اقوى بالمنطقة البيزل او المنطقة القاعدية من العضلة القلبية وبيحصل انتفاخ بالبطين هذا السبب هالهو سبازم ادى فقط لحدوث ستنينج دون ازية بالعضلة القلبية ما منلاقي على الامر آي اي علامات سكار والانزار هو نسبيا جيد تتحسن وظيفة العضلة القلبية وما بتبدأ اي اثار السكار على الامر آي هالهو السبب انه سوء بوظيفة بطينة الشرايين او تشنج سبازم بعدة شرايين دون حدوث ازية اكيدة او سكار بالعضلة القلبية فهذا التكاسوب ممكن نعتبره هو انه سببه 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 هلا إذا بدنا نحكي عن العلاج مثل ما حكينا عرفنا السببب بس ما في دراسات تأكد هالشي بس الانتي بليتليت مستخدمة بحالات بلاكرافشر والإيروجين بالكوروني سبازم نعتمد على الكاسيوم شانبلاكر والنيتريت الدايسكشن ما في أي علاج ما بتفيد الانتي بليتليت او الستاتين قد يتفيد البلاكر ومرة تانية نأكد بوجود الدايسكشن انه نعالجه علاج محافز ما نلجأ انه نركب لانه الدايسكشن هذا حي يساوي شفاء خلال فترة أسبوع أو أسبوعين السترومبوسيز نحاول نلاقي السبب هل هو مرض بالصفيحات مرض بعوامل التخسر ونعطي المريض العلاج المناسب مثل ما حكينا المايوكارديتس العلاج تبعه سببورتف بتكاسوبه العلاج بالأس انهيبتر قد ي يفين فشلون بدنا نساوي التشخيص فالتشخيص في المينوكا هو شيء اسمه يعني التشخيص يحتاج إلى عمل مو مثل تشخيص احتشاء العضلة القلبية الاستمي فقط ألم صدري ST elevation مع ارتفاع العوامل الأزية القلبية سواء الأنزيمات القلبية أو التروبونين بس هون نحتاج شيء إلى working diagnosis خطوة الخطوة فأولا بدنا نتأكد أنه هذا الاحتشاء يتوافق مع تعريف احتشاء العضلة القلبية اللي بدأنا فيه وبشكل رئيسي أنه ارتفاع التروبونين وتراجعهم الشيء الثاني أنه نفينا السبب الثاني لأسباب الأخرى لارتفاع التروبونين سواء وجود صمة رئوية أو رض قلبي أو سواء أو حتى بعض الإنتانات السببسيز قد ترفع التروبونين النقطة الأخيرة نأكد مرة ثانية أن المريض سوينا له أنجيو جرام ونراجع الأنجيو جرام مرة ثانية بعد ما قلنا أنه طبيعي لأنه في حالات بحوالي ممكن نلاقي أنه انقطاع مفاجئ بأحد الفروع أنه المريض انقطاع مفاجئ بأحد الدياغنال أو 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 نلاقي تخسر موضي أو نعيد الأنجيو جرام ونلاقي تغير بدرجة اللمعة قد توجهنا للسكال فإذا بعد ما رجعنا الأنجيو جرام نقول هل هو أكيد منوك فإذا نأكد هذا إما نلجأ الكاردياك MRI لنفي المايو كارديايتس والتكاسوب والأسباب الأخرى مثل هايبيتروفيك كارديا مياباسي وإذا نفينا هالشي صار عننا أكدنا المينوكا بس شو السبب وراء فالسبب وراء إما يكون إسكيميا فبال MRI يعطينا البتر إنه وجود سكار مثل ليد قاديلينيوم إنهيلسمت أو بالحالات التي ما هي متأخرة ممكن يظهر عننا فقط ريجين الأديمة يعني وزمة بالعضل القلبية تتوافق مع منطقة الشريان المزدود أو نرجع الكورنري باسكلر إيميجين وحكينا أنه مفضل على الآيبوس وما نرجع إنه فقط نساوي OCT لشريان واحد إنه والله المريض تغيرات موجة T أمامية نساوي LED فقط OCT إذا بدنا نساوي بدنا نساوي الشرايين الثلاثة نأكد هالشي وإذا شكينا بالسبازم ممكن نساوي عند المريض الكورنري فونكشن الأسسمنت لنحدد السبازم أو الميكرو باسكلر ديزيز وهالنقطين ذكرناهم بالتحصيل بالمحاضرة السابقة لما عطينا الإنوكا في دراسة بأمريكا اسمها الهارب أو الوومن هارت أتاك ريسيرش بروجرام إنه ساوت هالطريقة هاي بأشي إنه المريض شاكين عنده مينوكا وعطانا كونسنت فكلن ساولن OCT ومتل ما حكينا OCT لثري باسل أو وبعدين ساولن الـ MRI وهون الـ MRI نحاول إنه ما نأخره يفضل يساوي خلال الأسبوع الأول أو ماكسيموم الأسبوع الثاني لتظهر التغيرات لأنه بعض التغيرات قد تتراجع خلال أسبوعين وهي المراكز اللي شاركت فيها خلينا نشوف شو النتائج ف بالنسبة لل OCT فايندين إنه لاحظوا إنه باستخدام المعايير يلي حكينا عليها دلنا نحدد فقط بحوالي 46% من الحالات فهي OCT الشكل الطبيعي لمعت الشريان هاي السلك يلي فايت عليه القسطار وهي القسطار وهي الشدور السلك لكن إذا نطلع على الشريان في عنا في عنا الانتما وفي عنا الميديا وفي عنا الـ الأدفينش لكن إذا رجعنا لورا سنجد هناك تمزق بالـ وهاي آثار الخسرة وإذا رجعنا أكتر هاي منطقة تمزق لـ ملاحظينا وصار الدم دخل للـ فهي حالة في حالات بتكون تطورت الحالة وصار عنا سكر لكن منلاقي الدم لا يزال موجود ضمن فمعنات هاي اللويح العصيدية بدت تساوي لكن وجود الدم ضمن البلاك بيدل أنه تمزقت مؤخرا وهي إذا لاحظت هون هالمنطقة ببداية الهيلينج هون الكاب أسمك وهون البلاك لا تزال الكاب تبعه رقيقة لما منلاقي تشكل طبقات عديدة من البلاك فهذا أنه صار في شفاء تام فما لح ندخل بتفاصيل OCT بس نحط بظهرنا OCT بيكشف لنا الـ بحوالي 50% ولازم نساوي كل الشرعيين وهذا التوافق تبعه ننتقل للنقطة التانية أنه أنه هل OCT فقط بيفيدنا بالنون ST elevation myocardial infarction لا بيفيدنا بكل الحالات سواء ST elevation أو non-ST elevation لكن شكل التغييرات بتختلف بالمينوكا في عنا معظم الحالات إنما منلاقي intraplac hemorrhage يلي فرجيت كون ياها أو layered black إنه لويحات متطابعة فوق بعضها لأنه صارت healing أما بالmyocardial infarction معظم الحالات منلاقي black rupture الترافق مع الشريان مع الcorporate هو غير أكيد لذلك مرة ثالثة بأكد إنه لازم نساوي OCT لكل الشرايين لنحدد الcorporate التغيرات بالCMR حتى كانت تغيرات إما بتكون شيء اسمه LGE أو lead gadolinium enhancement يدي بتظهر بشكل SCAR والSCAR طالما ناجمي عن Schemia بتكون sub-endocardial هاي لاحظت سهمينا عليها والتوزع بيتماشى مع أحد الشرايين الإكليلية لكن بالمرحلة المبكرة من لاحظ فقط وزمي في جدار العضلة القلبية يترافق مع توزع أحد الشرايين الإكليلية هاي بالنسبة لل SCAR ونأكد إنه بتكون هي ريجينل وبمرحلة بإما mid-cardial أو sub-endocardial ما بتصوصل لمنطقة الأبيكارديم بينما بالمايوكارديتس ملاحظين التوزع عام والمنطقة اللي منصابة هي بالشكل الرئيسي الصب أبيكارديل أو المنطقة تحت التامور فالتغيرات بالCMR كمان منلاحظة بحوالي 60% من الحالات لما منجمعهم الاثنين مع بعضهم OCT والCMR منكون حددنا السبب بأكتر من 85% من الحالات وهي ضرورة نحطها بزهننا إذا ننوصل للتشخيص قد نحتاج إلى جمع الوسيلتين مع بعضهم لنحصل على تأكيد التشخيص فإذا ننلخص الاميجينج منلاحظ أنه 64% من حالات المينوكا إذا ساونا لهم الاميجينج بالOCT بتظهر تغيرات غير طبيعية في حالات بين 20% و30% بيكون السبب ننقس كيميك وحصلنا على الالترنتيب دياغنوس لما منجمع الOCT مع الـ CMR ب85% من الحالات منقدر نحدد السبب إما نقص ونقص مجمع 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 ومجمع OCT يحدد الـ تشخيص الـ ونقص بخصوص إذا ساوينا الـ OCT بكل شكراين كليلية الحاجة لإجراء فحوصات الكوروني سفازم أو فحوصات التخسر ضرورية إذا كان الأو سي تي ما حددنا وجود الكاربرت ليجين ولا نزال شاكي أنه السبب اسكيميا وهل النقطة بتأكد أنه المينوكا هي سبب متعدد نتيجة 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 كلها متداخلة مع بعضها في نقاط حدنا نحاول نجاوب عليها هل الملتي موداليتي إميجينج بيختلف بين الرجال والنساء وهل الآلية الإمراضية بتختلف بين النساء والرجال وشلون بدنا نعالج في دراسة كبيرة اسمها الهارب تو سطادي يلي شرحت لكم شو هو الهاربون هاي الهارب تو عامت تسجل 200 مريض بالإضافة المينوكا عند الرجال لننتظر نتائجها النقطة المهمة إنه نأكد بوجود التشخيص نافينا الالترنتيف دايغنوسيز إذا مريض عنده هارب فيلير وارتفع التروبونين هذا اختلاف يعني غيرنا التشخيص إذا المريض عنده ايورتيك ستونوسيز كما ارتفع التروبونين كما نغيرنا التشخيص الاريزميا إذا المريض صار عنده تاكيكارديا مثل سوبرافينتوكا تاكيكارديا هذا بيأثر على الديماند يعني تروية العضلة القلبية وبيصير مسماتش وهذا قد يفسر ارتفاع التروبونين فما نعتمد فقط أنه كل هدول الحالات هن مينوكا وقد تكون مضللة للتشخيص فارجيكم حالة مضللة للتشخيص هاي مريضة عمرها 44 سنة وعندها أنيميا وعندها نزوف تمصية غذيرة فالهيموغلوبيل نزل للسبعة وصار عندها ألم صدري واستمر ساعتين صار تغييرات بالST تزحلت للأسفل ارتفع التروبونين عطيناها الدم ما تحسنت فكلهم قالوا لازم أنه ساوي كاردياكاست بس ما في ضرورة ساوي كاردياكاست لأنه السبب واضح أنه هي عندها مسماش ما بين السبلاي والديماند عندنا نزوف غذيرة ونزل الهيموغلوبين عندها لكن سوينا الكاس وتفاجعنا بوجود 30% ل40% تضيق بالLED والLED كان كبير وعم يدور حوالين القمة لكن هي لاحظوا هي تغييرات بالST كانت بالاتجاهات السفلية بذلك ساوينا لحظوا هاي الشريان الأكليلي الأيمن عندها بالصورة طبيعية ما في أي تضيقات هاي الشريان الأكليلي الأيسر كمان LED طبيعي ما في أي تضيقات والcircumflex طبيعي بس نحن في عنا تغييرات سفلية تغييرات سفلية فكلنا كان لازم يفكروا أنه نساوي OCT للشريان الأيمن أو للشريان المنعكس ساوينا OCT للشريان الأيمن والشريان المنعكس كان طبيعي 100% لكن هون لما ساوينا OCT للشريان LED فملاحظوا هون في لويحات عصيضية سميكة لكن ما في علامات رابط شر هون فهي بالLED لما سحبنا وصلنا لها المنطقة بدأت المنطقة تكون غير منتظمة لكن تلاحظنا وجود الثرومبوس هون واضحة بالLED بس بما أنه الLED هو راب اراوند عم يلف حوالين القمة ويغزج جدار السفلي فهو بيفسر ليش التغييرات ظهرت بالاتجاهات السفلية ولو اختصرنا بالOCT على الشريان الأيمن أو الشريان المنعكس كنا ما قدرنا نشوف هالصورة ونأكد التشخيص رغم كلهم كانوا نفكر أنه السبب هو مسماش ما بين الديماند والسابلاي طبعا هاي المريضة فرجيتكن ياها هاي الصور السابتة وهاي الصور الـ MRI أكدت هالتشخيص ما نحف نضوع الوقت بفرجيكم بصور مشابهة إلى فنأكد أنه لازم نساوي الـ Workup بشكل كامل هل في علاقة ما بين السبب يلي وراء المينوكا وإنزار المريض بشكل عام هاي المرضى اللي عندهم سكار على الـ CMR على المرنان فبيكون إنزارهم أسوأ ونسبة الحدوث الـ Cardiobascular Event أكتر سواء كانت سكار هون أو سواء كانت فقط إديمة الإديمة بتدل أنه نأسطر ويعابر لكن ما أدى لسكار بس لاحظوا الفرع بـ Kaplan-Meier Curve هذا الطبيعي وهذا اللي عنده فقط إديمة وهذا اللي عنده سكار مع إديمة فـ CMR عم يحدد لنا الإنزار وهي مرة ثانية أكدناها بـ Curve ثاني نسبة حدوث لما مأكدنا التشخيص نسبة حدوث الـ Recurrence هي حوالي 25% لكن المرضى يلي ما أكدنا لهم التشخيص كان عندهم لأنهم نفسيا أو عرفانين ما تأكد التشخيص كانت نسبة حدوث أو حضوره للقسم الطوارئ أكتر بكتير حوالي 37% ونسبة حدوث لحوالي القلبية الوعائية حوالي 8% هلأ شلون بدنا نعالج المينوكا أو ندبر المريض؟ فهي بالنسبة للـ Guidelines الأوروبية أنه نساوي الألغوريزم بالتشخيص اللي حكينا عنه ونفكر بإجراء الـ CMR أو الـ OCT ولما نوصل للتشخيص نعطي الـ Secondary Prevention وهذا الـ Class 2B لكن إجراء الـ CMR أو المرنان هو Class 2A بالنسبة لتأكيد التشخيص فهل كل مريض لازم نساوي له CMR؟ مثل ما حكينا إجراء الـ CMR بيحدد لنا الإنزار أكتر وقد يظهر لنا السبب أنه هو السبب مايوكاردايتس ما يكون السبب وراء ذلك هو لويحات عصيضية هلأ شلون بدنا نعالجها؟ ما في أي دراسة أكدت شو العلاج الأمس للمينوكا لكن الدراسة الوحيدة هي Observational Studies كمان هي Sweet Heart يلي تابعت حوالي تقريباً عشرة آلاف مريض عطتهم أدوية مختلفة وطلعت بالنهاية أنه ستاتن لما بنعطيه لهم المريض المينوكا بيخفف حجوث الحوادث على المستقبل كذلك الـ As Inhibitor الـ Beta Blocker كان على حدود لكن النقطة المهمة هي الدول antiplatelet مضادات الصفايحات ما أظهرت فاقتها فهذا بتدل أن المينوكا هي مو فقط نتيجة السرومبوسز أو اضطرابات التخسر نتيجة وجود أدوية اضطرابات تانية في دراسة كبيرة المينوكا بات تقارن الـ Beta Blocker مع الـ As Inhibitor هذه الـ Oasis Study كلكم تعرفوا مجموعة الـ Oasis Study يلي طلعت من مكماستر يونيفورسيتي بكندا بإدارة العالم المشهور سليم يوسف أظهرت أنه استخدام الجرعات الكبيرة من الـ Clopedo Grill مثل مضاعفة الجرعة ما لف أي فائدة بنقص التروية وحتى عند المينوكا إذا النقطة تانية عم تأكد أنه استخدام المضادات الصفايحات ما لا حيفيد كثير الدراسة عم تجرى الآن على استخدام المضادات الـ Aldosterone بانتظار نتاجها الدراسة الثانية عم تستخدم استخدام Precision Medicine كمان عم تجرى بإيطاليا بانتظار نتائجها في دراسات أكتر عن تجرى عن الأسباب حتطلع دراسات خلال السنوات القادمة فهمنا الآلية الإمراضية للمينوكا وشلون نعالج المرضى بالنسبة للبليتليت حكينا أنه البليتليت مو هي فقط هي بالآلية الإمراضية لكن إلى بعض النقاط المهمة سواء الثرومبوسوس أو الأثروسكلوروسوس كمان في دراسة عم تجرى بالوقت الحاضر عن استخدام الـ RNA تبع البليتليت لنشوف بنيته مختلفة ما بين مرضى المينوكا والنورمال ميوكاردل انفارشن وبانتظار النتائج تبعها هل في علاقة ما بين السترس والمينوكا؟ حكينا السترس له علاقة مهمة بالتكاسوب والكارديو مياباسي الدراسات مقارنة المينوكا مع الميوكاردل انفارشن مع نورمال كراري ارتزيز أظهرت أنه ما في فرق بدرجة السترس لذلك ما نركز على السترس هو السبب في عوامل تانية وشكل رئيسي العوامل الهرمونية عند النساء هي اللي بتحدد ليش عم يحصل المينوكا أكتر فاللخص بقى تيك هوم بوينتس ونخلص أنه المينوكا هل هي ميوكاردل انفارشن بحوالي 65-66% من الحالات طبعا ومنقدر نقول للمريض إذن أنت عندك احتشاء عضلة قلبية ناجم عن وجود مشاكل بالشرائين دون انسدادات وإذا سوينا دراسات أكتر منقدر نعرف السبب لأنه إذا شبهنا مرضى المينوكا مثل تشاكلت لما بتكون مغلفة كلها بتظهر مثل بعضها كأنه تشاكلت لكن لما منساوي إيميجينج من الإنسايد من نفحصها من الداخل بنية التشاكلت والآلية الأمراضية مختلفة هل ضروري تساوي CMR لكل المرضى؟ الأفضل أنه نساوية لأنه على الأقل ممكن تحددنا السبب إذا وراءه مايوكارديتس نفكر بالOCT ومثل النقطة اللي حكيت عليها أنه l-OCT نساوي لكل الشرايين لثلاثة ليس أن نقتصر عشريان واحد لنلاقي ال-Culprate Lesion Spasm Testing نفكر فيها خصوصي أنه ما بكون كل الدراسات طبيعية ونأكد بوجود ال-Spasm هلأ ال-Coronary CTA ضروري طالما بناء ال-CTA أو التصوير المقطع للشرايين الكليلية ما بيعطينا صورة واضحة فإذا بناء نوضح بنية الشرايين الكليلية والآلية الأمراضية بيظل الأOCT أحسن على هالشي بنقدر نحط الخطة إذا استاوينا للمريض CMR نفكر هل هي أنه كاردنية CMR عم توجه للإسكيميا والإسكيميا إما بتعطينا SCAR LED GADLINUM أو علامات وزمة فإذا كانت ما موجودة هالعلامتين فنحن ما حددنا السبب المينوكا إذا موجودة هالعلامتين فالسبب هو نقص طروية بأحد ال-Coronary R3 فإذا حددنا المنطقة من CMR ما نكون حددنا السبب أما إذا ما لقنا هالشيء فالحالة هي ما هي مينوكا وخصوصي إذا كانت ال-LGE البترن معمم وعم يصيب المنطقة السبب أبيكارديون فالسبب سيكون إما مايوكارديتس أما إذا كانت المنطقة محددة فالسبب هو مينوكا وقد إذا بدنا نلاقي شو وراء ذلك هل هو إيروجين أو بلاك رابتشر أو سرومبو أمبوليزم أو سكاد نساوي تصوير للشرعين الإكليدية النقطة مرة تانية أبدأ أكد عليها أنه الآلية الإمراضية هي مشتركة ما بين كل الأمور الثلاثة السبب وراءه وهيك بيكون خلصنا وأنا جاهز لأي سؤال يعطيك العافية دكتور وليد مثل دايما محاضرة شاملة وغطت كل شي بدي أسألك سؤال على المريضة اللي قدمتها الانترسين والدي هفي منوراجيا نادر عنه من ناحية عملية مريض صغير يدفع الاترابونين لهذه الدرجة وما نعمل أسطرة حضرتك تفضلت أنه بجوز ما كانت الأسطرة مستطبة والسؤال الثاني لو typically if it's a supply demand mismatch أكثر ما أنه an acute event or thrombotic event ما تتوقع أن تشوف أكثر ST-segment depression rather than elevation يعني وللنعاطري ذكرتها كل حلو أنا ما يعني ما أكدت أنه أنا أنا كالكارديولوجيس كنت ميال أنه ساوي الكورونري أنجيوغرام بس الشي موجود الجاينيكولوجيس وهي أنه هذا السبلاي ديماند وممكن ما في ضرورة للقسطرة بس حبيت أكد النقطة أنه ظهرت الاستي تشيجز بالإنفيرير ليز وكله يعني إذا كنا بنناعتمد نساوي الإميجينج فقط على الكورونري أو حتى بسبب أنه الإنفير ليز قد يكون ناجم عن السيركم فليكس أنه هذول الاثنين كانوا نورمال ولو اقتصرنا الأو سي تي على الراية كورونري أو السيركم فليكس ما كنا وصلنا للتشخيص أنا فرجيتكم الأو سي تي بالأمامي النازل بالأل اي دي وهي أكدت أنه التشخيص نقطة كتير حلوة ودائماً أنا بقول له أن الفلوس تبعنا الراپر راوند ال اي دي بيعطيك استي سيغمان الهيشن بالإنفيرير ليز كتير حلو ألف شكر الله يعطيكم العافية جميعاً